تحول اليوم ذكرى رحيل الفنانة كوثر العسال عن عالمنا بين السينما ودراما والمصرح تنوع تعمال الفنانة الراحلة ومن أبرزها دورها في فيلم نحد لنزرع الشوك ومسلسل لن أعيش في جلباب أدي في مثل هذا اليوم عام 2013 وعن عمر ناهز الأربعة والسبعين عاما رحلت عن عالمنا الفنانة كوثر العسال بعد أن تركت بصمة فنية واضحة فيما يقارب الستين عملا فنيا بين السينما والدراما والمصرح ولدت كوثر العسال في السادس والعشرين من نوفمبر عام 1939 بالقاهرة وعاشت قصة حب مع زوجها الأول الفنان عبد المنعم إبراهيم وبعدما توفي تزوجت من ابن خالتها الفنان محمد وفيق حيث عاشا معا قصة حب نادرة بعد أن تزوجا في النهاية الثامنينات وهو الذي وقف بجانبها في محنتها حتى توفيت بعد صراع مع مرض السرطان قدمت كوثر العسال أول أدورها في بداية الستينات من خلال فيلم امرأة في دوامة ثم توالت مشاركتها في عدد من الأعمال السينمائية الهمة أبرزها أمث وثلاث عيون نحن لا نزرع الشوك شفا غليظة العقل والمال صباح الخير يا زوجتي العزيزة وكان دور كوثر العسال في مسلسل لن أعيش في جلباب أبي هو الأبرز في تاريخها الفنية وكان آخر أدورها في عام 2001 عندما شاركت في مسلسل البرنسيسة ثم أعلنت اتزالها